في ظل الحديث عن انتشار الفيروسات الخطيرة في العالم والتي تصيب الإنسان وقد تؤثر بشكل كبير بالتحديد على أصحاب المناعة الضعيفة لا بد من الحديث عن أهم الأعشاب والنظام الغذاء اليومي الذي يحفز جهاز المناعة ويعزز من قدراته على مقاومة الأمراض والالتهابات والفيروسات لحديث أكثر عن هذا الموضوع الهام ورحب بضيفي هنا في الستوديو دكتور محمود الشيخ علي أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمود يسعد صباحك يا رب أسأل الله صباحك وصباح المشاهدين أعزائي نتحدث ونتعرف البداية عن جهاز المناعة في جسم الإنسان ودور هذا الجهاز في مواجهة الخطر الخارجي من فيروسات والتهابات ومايكروبات شوفي موضوع جهاز المناعة وتحفيز جهاز المناعة وتقوية جهاز المناعة هو ما بحث عنه الإنسان القديم منذ ألاف السنين أو حتى منذ بداية الخليقة بغض النظر عن مسميات الأمراض في العصر الحديث وتقسيمها إلى فيروسات وبكتيريا وغيرها من الكائنات التي تؤذي الإنسان كان الإنسان القديم يعني يتعامل بشمولية أنه يقوي جهاز المناعة وجهاز المناعة لديه القدرة على مكافحة ومواجهة هذه الكائنات الغريبة التي تغزو جسده وسواء في الحضارة الهندية أو الحضارة الصينية أو الحضارة الهندية وحتى في الحضارة الإسلامية جميع علماء الطب العشاء ابتداء من أبو قراط منذ أكثر من 3500 قبل ميلاد مرورا بكل علماء التاريخ كانوا دائما الهم الشاغل لهم المكيف يقوي جهاز المناعة لأنه هو الأساس جهاز المناعة هو الخط الدفاع الأول حتى المفترض كل ما يأخذ أو ما يأخذه الإنسان من نباتات ومن أغذية ومن أدوية هي الأصل يجب أن تعمل لتقوية جهاز المناعة وليس للأسف كما يحدث في بعض الأدوية الكيميائية هي التي تهمش جهاز المناعة وتبدأ تشتغل لحالها وربما من هنا بدأ الكائنات هذه تغزو جسم الإنسان وأصبح جسم الإنسان ضعيف في العصر الحديث مقارنة بالإنسان القديم حدثنا أكثر دكتور محمود عن الأطعمة والأعشاب التي تعمل على تعزيز عمل جهاز المناعة وتقوية شوف إحنا لما بنحكي عن تحفيز جهاز المناعة أول شيء يجب أنه إحنا نتعرف على الإنسان أصلا يعني بالمفهوم البسيط إيش هو الإنسان الإنسان هو عبارة عن مزيج بين الروح والجسد يعني هو روح نفس وعبارة عن الجسد اللي هو الشيء المادي الآن برضو نرجع للحضرات القديمة كانت دائما تعزز الجانب المعنى وعند الإنسان من خلال الاعتقادات بغض النظر يعني الاعتقادات خاطئة ولا صحيحة ولكن كانوا دائما يعززوا هذا الاعتقاد يعني حتى تعريف المرض يعني أو لما الإنسان تعرف على الأمراض كان يعتقاد منه أنه هذا نوع من السحر والشعوزة وكان بيشتغل على الجانب النفسي حتى يقاوم هذا المرض وهذا طبعا إحنا موجود عندنا في الطب الإسلامي هو الأدعية وقراءة القرآن والصلوات والتقرب إلى الله هذا بحد ذاته هو الخطوة الأولى لتحفيز جهاز المناعة أنه أنا يجب أكون روحانيا مهيئ نعم هذا رقم واحد رقم اتنين اللي هو الجوانب السلوكية بعيد عن موضوع الأكل لسه إيش الجوانب السلوكية الجوانب السلوكية أنه أنا يجب أن أكون بحالة صحية جيدة وحسب تعريف الصحة حسب تعريف نظامة الصحة العالمية أنه الإنسان يكون في حالة اتزان وتوازن ما بين الجانب الجسدي والحالة الاجتماعية والحالة السلوكية إلى آخرية إذا صار عندي حالة اتزان أنا كإنسان إذن جهاز المناعة رح يكون قوي بمعنى النوم المبكر والاستيقاظ المبكر والنوم على العتمة بدون إضاءة أو إضاءة خافتة والابتعاد عن الموجات الكهرومغناطسية أثناء النوم من جوال ومن تلفاز إلى آخره الاستيقاظ مبكرا واستنشاق الهواء النقي في فترة الصباح هذا له دور أساسي في تقوية جهاز المناعة وربما هذه الأمور الحاجات اللي إحنا بنشوفها بسيطة تجابه أكبر فيروسات ممكن أنه إحنا تواجهنا بعدها ندخل في موضوع الأغذية وموضوع النباتات ولازم نعرف أنه كل الكون هذا هو أصلا مصخر لخدمة الإنسان حتى الكائنات هذه التي أصبحت عدو إلنا هي مصخرة لخدمة الإنسان وربما لها استخدامات لكن إحنا ما بنعرفها لذلك لازم أبدأ بتحسين أداء النظام الغذائي وأنا بدأ أقول لك يعني اليوم العالم كله بواجه موضوع كورونا وكل يوم بنسمع قصة وبنشوف فيديو على اليوتيوب وعيشونا حالة هوس يعني هل الفيروس هو فيروس طبيعي يعني صار عنده مناعة واكتسب مناعة وصار عنده طفرة هل هو فيروس مصنع يعني هل إنه إحنا نروح باتجاه بيولوجية مثلا يعني هل نروح باتجاه المؤامرة هل نروح باتجاه أنه هذا الفيروس عشان يقلل من سكان العالم فالقضية يعني أثروها بشكل كبير جدا بالرغم أنا أعتقد يعني أنه الموضوع ربما يكون أبسط من كل اللي إحنا بنسمعه يعني لأنه بنشوف أنه في ناس بتشفى من هذا الفيروس صحيح وأعدد الحالات مقارنة بمن أصيبه بالمرض شوفي طالما الناس بدأت تشفى أو في حالات شفاء إذن نتجنب موضوع إنه هذا إيه إنه هذا مؤامرة فكرة المؤامرة بنحاول نبدأ عنها شوية وطالما فيه صار في حالة شفاء إذن نرجع للموضوع اللي تفضلت فيه هو موضوع جهاز المنع إنه إحنا نشتغل على جهاز منع قوي والمفترض على فكرة لو أنا بأعتقد إحنا في فلسطين لو قبل عشرين سنة يمكن اليوم إحنا للأسف نجرينا وراء العالم بالنظام الغذاء السيء قبل عشرين سنة لا أعتقد إنه كورونا ممكن يدخل لحدود أصلا أنا ليش؟ لأنه إحنا طبيعة غذائنا أكل صحي صحي بالدرجة الأولى وطبيعة فلسطين أصلا الجغرافية فلسطين هي تحتوي على معظم النباتات الطبيعية ذات الخصائص العلاجية التي تعالج كل الأمراض فلسطين تحتوي على نباتات تعالج كل الأمراض التي تعرف عليها الإنسان والليس بدون يتعرف عليها ليش؟ لأنه الحمد لله إحنا في عنا جبال في عنا مناطق فيها حرارة فتلاقي نباتات يعني بتطلع وفي نباتات موجودة عنا في فلسطين مش موجودة في العالم كله لكن اكتسبنا طريقة التغذية السيئة من الخارج مع التأكيد دكتور على أن معظم حالات الوفاء من الفيروس الحديث كورونا هم الأشخاص الذين لديهم مناعة أو جهاز مناعة يعمل بشكل ضعيف فهذا إن دل فإنما يدل على أهمية تعزيز عمل جهاز المناعة بالفعل أنه معظم الناس اللي بتأثروا وربما في ناس أصيبوا ومحهم مش علم وربما تخلصوا من هذا الفيروس وهم مش حسين ليش؟ لأنه عندهم جهاز مناعة قوي عشان يكون جهاز مناعة قوي زي ما قولنا الجانب الروحاني السلوكيات اليومية طبعا بجانب اللي هو النظافة الشخصية زائد الأهم اللي هو موضوع الغذاء الله سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه تمام؟ الآن المطبخ المطبخ مليء المطبخ هو عبارة عن مصنع وليس مستودع للأدوية اقتداء من التومة وأنا كان في فيديو على اليوتيوب كنت حكيت عن علاج أي فيروس بالثوم والآن عالم روسي حديثا تحدث في هذا الموضوع أنه الثوم وجميعنا أصلا إحنا أخذناه من العلم من الطب القديم الثوم كفيل بقتل مئة بالمئة من البكتيريا ويقتل ولديه القدر على التخلص من معظم الفيروسات الضارة كهذا خام بدون إضافته إلى شيء آخر يعني فيه وصفة بسيطة جدا لكل المشاهدين الأعزاء اللي بيشوفونا أي شخص عنده ضعف في جهاز المناعة أو حاب يقوي جهاز المناعة يجيب درسين وهنا فيه موضوع معلومة مهمة جدا أبو قراط كان بيقول فليكن غذائك دوائك وعالجه كل مريض بنباتي أرضي فهو أجلب لشفائه بمعنى أنا موجود في غزة الأصل أجيب تومة غزة يعني أجيب التومة المزروعة في غزة ما أجيب التومة الجاية من الصين ولا من الهند وليش لأن هذه التومة اللي طلعت في طربة غزة أنا وياها عايشين في نفس البيئة هي قدرت أن تقاوم الظروف المناخية المحيطة فيها لأنه كمان النباتات تهاجم بنوع من البكتيرا والفيروسات والفطريات إلى خريب طالما هي قدرت أن تقاوم البيئة اللي أنا وياها عايشين في نفس البيئة إذن راح تديني تكسبني هذه المناعة فأنا بدور على التومة البلدية بأخذ ثلاث دروس تومة بقطحهم بحط عليهم معلقة عسل بحركها وبسيبها تتخمر لتاني يوم وتاني يوم بكلها وبعمل لمدة 15 يوم صباحا؟ في أي وقت مش مشكلة لمدة 15 يوم خلال 15 يوم جهاز المناعة سيكون في أوج ارتفاعه ولديه القدرة على تخلص كثير من الأمراض حتى نهيك عن الفيروسات والبكتير حتى في الكوليسترول والدهون إلى آخرين أيضا عنا إحنا من الحاجات الطبيعية الموجودة في فلسطين ورق الزيتون ما أظنش فيش يشارع فيش في ورق زيتون واحد ومارك ورق زيتون موجود بالشوارع يخدوا شوية ورق زيتون يقطحهم أو يخرطهم زي المنخية ويغلل ميا ويحطهم ويشرب منقوع ورق الزيتون تلات مرات يوميا ورق الزيتون من أفضل النباتات المضادة للفيروسات والزيتون معروف أنه له على مدار العام الورق موجود على الشجرة الشيء الثاني من الحاجات الموجودة في المطبخ البصل برضو البصل كتير ممتاز للمقاولة جهاز المناعة عندك البهارات الموجودة في المطبخ ما بين الفلفل الأصمر والكمون والقرفة والمرمية المرمية ممتازة جدا وهي أيضا من النباتات الأكثر انتشارا في فلسطين بما أن حضرتك تحدثت عن المرمية هناك إشاعات عن غلي المرمية أنه تسمم جسم الإنسان ما مدى صحة هذه الشعيات؟ هو موضوع تسمم المرمية تحتوي على عنصر اسم الثجون هذا العنصر إذا تم استخدام جرعات عالية ممكن له أثار الجانبية ولكن إحنا بنقول دائما الأوراق تغلى الماء وتوضع الأوراق وإحنا عادة المرمية بنشربها مع الشاي بشكل يوميا ولكن لو أنا بدي أغلي المرمية لفترات طويلة وأكثفها وأخذها بجرعات عالية طبعا ممكن تؤثر بشكل سبيل إذن الطريق الصحية لغلي الأعشاب أو استخدامها يغلي المية ثم وضع العشاب في المرحلة أخيرة زي جذور الرواند زي مثلا الزنجبيل زي البذور زي الكراويا وإلى آخرية هذا يغل لنا مدة خمس دقائق على نار هادئة ولكن لو أنا طحنت البذور بدأ أتعامل معها مع معاملة الأوراق أنه أنا أغلي المية وأخذ وأديرها على البذور المطحونة لكن إذا كما هي بدي أغليها فإن معظم الإبهارات ولكن أنا بحكي على الإبهارات المفردة يعني مثلا لأنه للأسف اليوم برضو الإبهارات صارت كلها متداخلة في بعض وصارت تدخل في الطبيق يعني لا أنا الأصل أجيب كل إبهار على حدة لأن كل الأعشاب الموجودة في المطبخ هي مقوية لجهاز المناعة ما بين كمون وقرفة وزنجبيل وكركم وشومر ونعنع وهذه كلها في دراسات عملت أنه هي مفيدة ومضادة للفيروسات سواء ورق الزتون ورق النعنع المرمية القرفة الزنجبيل هذه دراسات عملت في هذا المجال فاليوم أنا لو هذه النباتات موجودة عندي بالمطبخ ويوم أنا شربت مرمية ويوم شربت قرفة ويوم شربت كمون ويوم شربت هاي النباتات يعني سبحان الله أصلا هي لها فوائد كثيرة على جسم الإنسان فهتلاقي أنه جهاز المناعة عندي قوي ولا يتعرض لهذه الأمراض والتعرض يعالج نفسه بنفسه هذا بالنسبة للأعشاب دكتور محمود ماذا عن باقي الأطعمة التي تعمل أيضا على تعزيز وتحفيز جهاز المناعة شو في موضوع الأطعمة تلات حاجات إحنا إذا بعيدنا عنهم إحنا بخير في موضوع الأكل إذا أول شيء السكر الأبيض والدقيق الأبيض والدهون المهضرجة ونرجع لأكل ستة وستك تبع زمان اللي يمكن مش عارف إذا بتعرف منه ولا لا فإذا رجعنا إحنا للتراث تبعنا وهذا التراث وأنا دائما في كل لقاءات في كل لقاءات بقول زي ما في عنا التوب فلسطيني في عنا أكلة فلسطينية ليش نسيبها وليش نلجأ إلى الأكلات المصنعة اللي هي كلها رح تضر جسم العبارة عن دهون مهضرجة فينا الأكلات الفلسطينية الخبزة والرجلة وغيره والبامية والعداس وهذه كلها الأكلات يعني سبحان الله هي أكلات مفيدة لجسم الإنسان وعشان تكليها بيكون محها فجل بيكون محها جرجير بيكون محها فلفل أخضر بيكون محها سلطة هذه الأكلات الرائعة صحن الصلطة أنا أحكي لك شيء لو الإنسان تعود كل يوم يأكل صحن الصلطة زبديت الصلطة تبع زمان لا أعتقد أنه في يوم من الأيام سيصاب بمرض مهما كان صحن الصلطة اللي فيه التومة وفيه الفلفل الأخضر وفيه الإخيار وفيه البندورة وفيه البصل والدقة تبعت زمان هذه وبكفي الزبدية نفسها الفخار هذه المكوناتها راح تعود على جسم الإنسان بالفواد لأنه هي معمولة من تراب هي هذه الزبدية هي منفخار والإنسان أصلا من إيش مصنوع يعني سبحان الله يعني حاجات بسيطة لكن لها دور فعال في الوقاية من الأمراض وأنا بقول لكل المشاهدين ما تخلوا كورونا يكون هاجس وحالة رعب يحل علينا بالعكس فيه أمراض يعني الانفلوانزا في الأسبانية في بداية القرن العشرين قضت على مليون البشر الأسقر موت قبل اكتشافه نغز فيتامين سي قضى على كثير من البشر وأنا أعتقد أنه الموضوع الجانب الإعلام اليوم هول الموضوع ومش هيكو بس يعني حتى بعض الدول صارت تنصاق وراء الموضوع يعني هيئلوا مثلا من شهر واحد أينا شهرين أو ثلاث شهور في موضوع كورونا وشايفين الموضوع أنه معظم زي ما تفضلت الوفيات هي أصلا يعني عندها مشاكل بجهاز المناعة صحيح وأيضا مقارنة بأمراض أخرى فهل بالفعل أنه تهييج الإعلام هل في من وراء بكرة إشي هذا يعني بدل من الخوف من المرض نعمل على تعزيز جهاز المناعة بس هاي الموضوع الموضوع بسيط يعني لكن لو بنا نظلنا نجري وراء حالتين نصاب ومش عارف وين وللأسف أنا قلت لك حالة الهلع اللي عملوها الهلع يعني بشكل رهيب والهلع بحد ذاته ممكن يضعف جهاز المناعة يعني أنا مش لازم أعمل حالة تخويف للناس وحالة تروعب لا أوكي هو مرض فيروس بينتشر فيه المضاعفات فيه فيه لأخير لكن خلينا نركز على الناس هدول اللي عندهم جهاز مناعة ضعيف ونبدأ نديهم نصائح نقوي جهاز المناعة وبنفس الوقت ناخد الاحتياطات اللي لازمة دون أنه إحنا نعمل حالة فوبيا حالة النفسية تؤثر أيضا على جهاز المناعة نشكرك على كل هذه النصائح التي قدمتها للمشاهدين دكتور محمود الشيخ علي أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب شكرا جزيلا لك